في هذا الفيديو سأتحدث عن تجربتي مع لقاح سينوفارم والعراض الجانبية التي مريت فيها خلال الجرعة الأولى والجرعة الثانية الأعراض التي مريت فيها بعد الجرعة الأولى كانت عبارة عن ألم بالكتف مكان الجرعة بالإضافة لصداع دامت لمدة يومين أما بالنسبة للعراض بعد الجرعة الثانية كانت عبارة عن صداع لغير وكمان لمدة يومين وهذه العراض تعتبر خفيفة جدا بالنسبة للعراض اللي بوجهها أصحابي فالبعض منهم صابوا إرهاق كامل وتعب بالعضلات أما البعض الآخر فكان عنده حمى وارتفاع بدرجة الحرارة ودرجة الحرارة كانت توصل أحياناً لـ 38.2 أو 37.5 فلو وصلت حرارتكم لهذه النسبة ما تعتلوهم ما تخافوا هذا أمر طبيعي جدا وممكن تستمروا معكم من أربعة إلى خمس أيام بتمنى بتشاركوني آراءكم عن التطعيم ولو حدا صابوا أي أعراض تانية غير اللي ذكرتها يريد تشاركوني تحت بصندوق الوصف تحياتي 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 ترجمة نانسي قنقر